سيد إيريك روخو سيدة العقيد من ولاية مين الأمريكية حسب التحقيقات الروسية وتصريحات لمسؤولين روس أكدوا ضلوع الاستخبارات غربية في محاولة الانقلاب والتمرت التي أحدثتها مجموعة فاغنر وقائدها بريغوجين ما حقيقة ذلك؟ وهل ممكن فعلا أن تقوم الاستخبارات الغربية ذلك في إطار الحرب التي هي بين الغرب وروسيا هل من الممكن استخدام مجموعة عسكرية خاصة كفاغنر في ضرب الداخل الروسي؟ لا بالفعل لا لأن الأمر أمر روسي داخلي وأمريكا لم تتدخل في ذلك ولقد وجدنا أنه في روسيا في سنوات ماضية والتاريخ يشهد ففي سبعينات القرد الماضية حدث شيء مشابه لذلك وكان هناك مجموعة أرادت أن تستقل وتحاول أن تؤثر على البرلمان الروسي بشكل أو بآخر وأن تفكك الحكومة الروسية وتم اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بالمثل كما يحدث الآن وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة كل البعد عن ذلك وعندما وضح ذلك للعيان كان الأمر واضح هذا يعتبر أمرا داخليا روسيا اشتركوا في القناة